اكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ان المغرب ومجموعة فيشغراد يقيمان علاقاته مع الاساث متين من الثقة وقال بوريطا في حديث للقناة التلفزيونية الهنغارية هير تيفي بشأن اول اجتماع وزارية لمجموعة فيشغراد ذائد المغرب المنعقد يومي الثالث والثابع دجنبرا الجارية ببودابيست من خلال علاقاتنا التنائية مع البلدان الاربع المنتمية لمجموعة فيشغراد هنغاريا بولونيا تشيك وسلوفاكيا نعلم بان لدينا اساث متين من الثقة التي تمنحنا امكانية الارتقاء بعلاقاتنا والتوفر على ثيغة اف اربعة ذائد المغرب واشار الى ان اجتماع المغرب مع هذه المنظمة الحكومية التي تجمع اربع دول تنتمي لوسط اوروبا يأتي في ثياق عالمي صعب يدفع جميع الدول الى البحث عن شراكات موتوقة وحسب الوزير مع مجموعة فيشغراد نواجه تحديات امنية فضلا عن التحديات الكثير المفروضة بفعل الوباء مؤكدا انه لا ينبغي تجاهل الفرص المتاحة لنا لا ثيما على مستوى التنمية الاقتصادية واوضح ان هذا الاجتماع وفر مناسبة مثالية للاجتماع على مكاثبنا التنائية من اجل استكشاف الافاق الجديدة التي تقدم وهذه الثيغة وفي هذا الصدد قال بوريطا في الوقت الحاضر لم يعد الجوار عنصرا مهما ما يهمه الثقة ومثداقية الشريكة وحول لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغارية بيتر سيارتو اوضح بوريطا ان الهدف هو استثمار العلاقات الممتازة القائمة بين البلدين من اجل بناء شراكة تنائية حقيقية وذكر بان البلدين وقعا خلال الثنوات الخمس الاخيرة اتفاقيات اكثر من العقود الماضية مضيفا ان هذا اللقاء شكل مناسبة لتقييم تنفيذ الاتفاقيات وبحث ثبل اثراء الشراكة القائمة بين البلدين وبمعية الثيارتو يضيف بوريطا قررنا تأذيذ البعد الاقتصادي لشراكاتنا التنائية والتبادل بشأن الممارسات الفضلة في تدبير اذمة كوفيد-19 مسجلا ان المغرب يعد ثالث شريكا اقتصادية لهنغاريا في القارة الافريقية واشار الى انه تمت ايضا مناقشة الثبل المثاهمة ثويا في السلام والاستقرار والتنمية في افريقيا وفي معرض اجابته عن سؤال حول قضية الصحراء المغربية ذكر بوريطا بان هذه الاراضي كانت دائما مغربية وستظل كذلك وابرز ان الصحراء كانت دائما جزء لا يتجزأ من المغرب حتى الاحتلال الاسبانية مضيفا انه في العام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين تفاوض المغرب واسبانيا حول اتفاقيتنا سمحت للمملكة باستعادة صحرائها وفي دل الظروف الراهنة يضيف الوثير يحتاج العالم الى دول قوية وقادرة على الدفاع عن هويتها ووحدة اراضيها داعيا الهنغاريين للمجيء والاطلاع عن كثب على هدوء وجمال وجاذبية الصحراء المغربية وعموم المملكة وفيما يتعلق بالبعد الافريقي للمغرب اشار بوريطا الان المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد الثادث نفدت سياسة حقيقية للتنمية المشاركة تستهدف القارة اخذا بعين الاعتبار ترواتها فرصها ومؤهلاتها وفي العام الفين وخمسين يضيف الوزير سيبلغ عدد الثكان افريقيا مليارين ونصف المليار نثمة مشيرا الى انه اما ان نستثمر في القارة لجعلها فرصة للجميع او نتخلى عنها لنجعلها تتحول الى عبئة وقال يجب ان نؤمن بافريقيا وندعم الافارقة مشيرا الى ان جلالة الملكة اجرى واحد وخمسين الزيار لدول القارة الافريقية واطلق استثمارات وازنة هناك واضاف الوزير ان افضل وسيلة هي الذهاب الى افريقيا استيعاب واقعها ومحاولة مصاحبته داعيا الى تعاون تلاتي بين هنغاريا او بالاحرى مجموعة فيشغراد والمغرب وافريقيا قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على همشي الزيارة الى تونس التي انطلقت يوم امس الاربعاء ولذالت مستمرة اليوم الخميث ان الجزائر تتأهب لاحتضان القمة العربية المقبلة مشيرا الى ان هذه القمة نريدها جامعة وشاملة والجزائر لن تكرث التفرق العربية وفق ما جاء في وكلة الانباء الجزائرية الرسمية وحث بدات المصدر فان التبون لدى تطرقه الى بعض النزاعات بين الدول الشقيقة اعرب عن املي في ان تسهم قمة الجزائر في تحقيق الوئام والتقريب بين هاته الدول مشيرا الى ان معرفته بما يجري في العالم العربي تجعله يتفائل على اعتبار انه لا توجد خلافات كبيرة بين الدول العربية الا ما يتعلق بعدم قبول ثياثة داخلية لدولة ما من طرف دولة اخرى وهو ما تعتبره الجزائر تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة وتقول الوكالة الرسمية للعسكر الجزائرية ان تبون اوضح في هذا الصدد بانه لا يحق لأي دولة ان تتدخل في الشؤون الداخلية لذول اخرى داعيا الدول العربية الى ان تبني علاقاتي على هذا الاساس ويضيف ذاتي المصدر ان تبون اعرب عن اساسي لان دولا عربية اقامت افراحا حين انقثمت دولا عربية اخرى وتساءل ان كان هذا مقبولا مضيفا بالقول على كل العرب ان يعتبروا بمقولتي اكلت يوم اكلت ثورة الابيض لان اغلب الدول مبرمجة للتقسيم وينبغي التكاتف والتآذر لمواجهة ذلك ويرى متتبعون ان هذا التصريح من الرئيس الجزائري في العاصمة التونسية يتعارض تماما مع الثياسة الجزائرية في علاقاتها مع بعض القضايا العربية ومن ابرز قضية الصحراء المغربية حيث لا يخفي النظام الجزائرية الذي يقود تبون مساندته لعصابة البوليثر الانفصالية وهو ما يعني مستندة طرح يهدف لتقسيم المغرب عن اراضيه الصحراوية وبالتالي تقسيم بلد عربية كما ان هذا التصريح وفقدات المتتبعين يتعارض مع المبادئ العربية التي تدعو الى الوحدة والانثهار في مشروع عربي موحدة وتفادي المزيد من التفرقة والانفصالة وفي حالة اذا تم تطبيق هذه المبادئة فان ذلك يفترض ان يدفع الجزائر الى دعم طرح الوحدة المغربية ودفع ثكان مخيمات تندوف للاندماج في وطنهم المغرب الا ان ما تقوم به الجزائر يخالف ذلك كليا ومما يؤكد تناقض تصريح تبونا هو عندما اتجى للحديث عن الشأن الليبية حيث قال وفق الوكالة الرسمية للجزائر اننا نتفق مع تونس على ان الحل في ليبيا لا يكون الا بيد الليبيين انفسهم واعرب عن املي في ان تتخلص ليبيا من المرتزقة ومن القوات الاجنبية وان يعود الوئام بين الفرقاء الليبيين وهي نفس المطالب التي دعا اليها المغرب واحتضن العديد من اللقاءات المهمة والمؤثرة جمع فيها الاطراف الليبية لحل مشاكلهم بانفسهم الا ان تبونا تجاهل مجهودات المغرب في هذا السياق بقصد واضح وجاء على ذكر تونس فقط ويبدو واضحا وفق المتتبعين ان تجاهل المغرب بقصد من طرف الرئيس الجزائرية هو جزء من السياسة الجزائرية وبالتالي فان هذا يتناقض مع تصريح الوحدة العربية الذي يدعو اليه عبد المجيد تبونا كما ان دعوة تبونا البلدان العربية الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية الاخرى تتناقض ايضا مع المواقف الجزائرية من قضية الصحراء التي تعتبر مشكلة مغربية مع عصبة البوليثرو الانفصالية وليست شأنا جزائريا باعتراف النظام الجزائري نفسه الا انه مع ذلك لا يتخذ الحيادة الايجابية مثل ما تفعل مريتانيا على سبيل المثال بل تحولت الجزائر الى منصة لدعم الانفصاليين ضد الصحراويين المغاربة في الصحراء المغربية وبالتالي كل هذه تناقضات صارخة في تصريح تبونا ترجمة نانسي قنقر